تابع المهندس رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق تابع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفستاط أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المشروع حدائق تلال الفستاط يتم تنفيذه على مساحة كبيرة تصل إلى أربعمائة وأربعة أفدنا يحتل واللون الأخضر النسبة الغالبة من المساحة بمعدل 88% للمسطحات الخضراء مشيرا إلى أن المشروع يضم عددا كبيرا من المكونات أبرزها منطقة الحضائق التراثية والمنطقة الثقافية ومتحف الحضرات كما أكد حضائق تلال الفستاط تضم عناصر عدة تضمن تنوع وظائف المشروع واستخداماته ترجمة نانسي قنقر